لليوم الثالث على التوالي تواصل القوات العراقية بإسناد جوي من طيران التحالف معاركها الشارسة لتحرير مدينة الرمادي من قبضة تنظيم داعش وسط توقعات بإخراج التنظيم المتطرف من المدينة خلال أيام العمليات الجارية الآن في المحور الشمالي حقيقة اللي يعتبر أخطر وأصعب محور قطعاتنا صار لها أشهر حقيقة أخوض معارك ضروس في هذا المحور قدرت أن نتحقق أهدافها النهائية وصولا إلى جسد فلسطين وإلى مقر قيادة العمليات وعلى الضفة مال الفرات ورغم زراعة الألغام واستخدام المدنيين من قبل داعش كذروع بشرية لإعاقة تقدم القوات العراقية تمكنت عشرات العائلات من الفرار من مدينة الرمادي مع اقتراب القوات العراقية من آخر معاقل التنظيم في المدينة تطور يأتي بعد دخول قوات النخبة العراقية إلى مركز المدينة من المحور الجنوبي حيث تمكنت من فرض سيطرتها على عدد من أحياء مركز محافظة الأنبار فيما شرعت القوات العراقية في تنفيذ هجوم لاستعادة المجمع الحكومي في منطقة الحوز وسط مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش يذكر أن مدينة الرمادي مركز الأنبار كبرى محافظات العراق مساحة سقطت في أيدي تنظيم داعش في شهر مايو الماضي وأحكمت القوات العراقية الشهر الماضي تطويق المدينة ومحاصرة مسلح التنظيم داخل مراكزها ليقطعوا الاتصالات بينهم وبين معاقل التنظيم في مناطق الأنبار الأخرى وفي سوريا المجاورة وإذا ما تمت السيطرة على الرمادي فستكون ثاني مدينة كبيرة بعد تكريت تسترد من أيدي التنظيم المتشدد في العراق الذي استولى على نحو ثلث أراضي البلاد العام الماضي ياسر محمد علي العربية